أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لنبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استوزيأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كذوا به يستزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو سميع العليم قل أغير الله أن تأخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين قل إني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو الله قل إنما هو إله واحد قل إنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفليه الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن في سنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمعوا إليك وجعلنا على قلوبهم كرنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا ساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ أكفوا إذ أكفوا على النار فقالوا يا ليتنا نردو ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه وإنهم لن كاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بهم مبعوثين ولو ترى إذ أكفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فاذوق العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغدتا قالوا يا هسراتنا على ما فرطنا فيها وهم يهملون أو زورهم على ظهورهم لا أساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد أتنا علام إنه ليهزنوا كالذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من خبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أعطهم نصرنا ولا مبادل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَيَوْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ عَرَاضُهُمْ فَإِنِ اصْتَطْعَتَ أَنْ تَبْتَغِيَا نَفَقًا فِي الْأَرْدِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَعْتِيَوْهُمْ بِآيَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعًا هُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمام أمثالكم ما فرتنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا سم بكم في الظلمات من يشع الله يضلله ومن يشع يجعله على صراط مستقيم قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتسكم الساعات وغير الله تلعون إن كنتم صالقين بل إياه تلعون فيكشف ما تلعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمام من قبلك فأخذناهم بالبأس بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعون ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشلطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم عبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم باكتا فإذا هم مبلسون صرخ الله العظيم